طيب تعالوا نروح ليه أرقام بعد هذه المواجهة مواجهة المغرب والبرتغال بكأس العالم نصف النهائي يوسف النصيري بيتساوى مع سام الجابر وسالم الدسري ووهب الخزري كهداف للعرب في كأس العالم برصيد ثلاث أهداف ويصبح الهداف التاريخي للمغرب في المونديال منتخب المغرب تلقى هدفاً وحيداً فقط تحت قادر وليد الركراكي خلال ثمن مباريات لعبها وهي أفضل معدل في تاريخ أسود الأطلسي المغرب أول منتخب يصل إلى نصف نهائي كأس العالم دون استقبال أي هدف من لاعبي الخصم منذ إيطاليا في 2006 وياسين بونو أصبح أول حارس أفريقي في تاريخ كأس العالم يحافظ على نظافة شباكو في ثلاث مباريات بنسخة واحدة وكريسيا ورونالدو يصبح عميد لاعبي العالم متساوياً مع الكويتي بدر المطوع برصيد 198 مباراة دولية كأكثر لاعب ظهوراً مع البرتغال ياسين بونو كان ليه أرقام عظيمة جداً في مباراة المغرب والبرتغال كأفضل لاعب في هذه المواجهة للمرة الثانية على التوالي لاعب 90 دية تصدى لأربع كرات أبعد الكرة بالقبضة اليد مرتين تمريراته الصحيحة 21 من 30 تمريرة دي أرقام ياسين بونو ياسين بونو بالمناسبة هو بيستلم جائزة أفضل لاعب إداها ليوسف النصيري صاحب هدف المباراة الوحيد طيب نروح ليوسف النصيري وأرقامه العظيمة في مباراة المغرب والبرتغال اللعب 75 دية سجل هدف وسدت 3 كرات وصنع فرصة وخمس تمريرات صحيحة من 11 أدوار عظيمة جداً بيعملها ليوسف النصيري مع المغرب في هذه البطول هو الوحيد اللي قادر يسحب المغرب لقدام بشكل رائع جداً مع طبعاً حكيم زياش وبوفال اللعب الرائع جداً